موسيقى فتاة أصيلة بعمر القدر سموت بها عن قلوب البشر وراحت عيوني لمرأة تعالوا أسبح مبتعها في مصور فها قطعة من رخام تعشق رائحة الياسمين فأزهر جوري وريحان مسك وعنبر فاح بصرح تلون أخضر علىه هلال وذان حلاه أذان باسم الخلق كبر زاد دقات الأشراس عيدا نداء صلاة بهالروح تطهر فتعبق بالبخور مطارحة يحن بها كل قلب تحجر صباح الخير لجميع مشاهدين الإخبارية السورية بنهار جديد وبرحلة صباحية جديدة من برنامجنا صباح نغير اللي عم يتجدد الموعد معكم كل يوم من هالأرض يلي بتتنفس عراقة وتاريخ وحضارة دمشق يلي أثبتت للعالم قوة سمودة وأثبتت إنه هي ما بتنهز إلا مع رجال الجيش العربي السوري اللي بيدافعوا دائما عن هتراب هالأرض الطاهرة كل الرحمة لأرواح الشهداء وشفاء العاجل للجرح وأكيد مصر لكل جندي مرابط على الجبهة وبدي صبح على زميلتي سلمة يسعد صباحي يسعد صباحك نور وصباح الخير لكلمين نضم لقلنا ببرنامجنا صباحنا غير مثل كل يوم عم بيكون عنا مجموعة من المواضيع المتنوعة والضيوف من اختصاصات ومجالات عديدة أكيد انطرونا بكرة بحلقات خاصة رح تواكب الحدث الكبير افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته 59 ورح تكون بداية برنامجنا تمام العاشرة صباحا قبل ما نبدأ فقراتنا لليوم خلونا نصبح على حمات الديار ونقللون لكم التحية والسلام فاصل وبنبدأ صباحنا سلمة مثلك اليوم نبتدي صباحنا بجولة على آخر الأخبار المنوعة حول العالم والبداية من سويسرا فقد اشتعلت السماء فوق بحيرة جينيف بأضواء الألعاب النارية في واحدة من أكبر العروض التي تقام كل عام ويستمر العرض 55 دقيقة متواصلة أكيد نور هالعرض هو بمناسبة نهاية شهر الاحتفالات الصيفية بالمدينة ويطلق عليهم رجان جينيف حيث هو يجد بهذا الاحتفال المستمر من 94 عام أكثر من نصف مليون زائر خلينا نشوف مشاهد من الاحتفال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سلمة من انتقل هلأ لخبرنا التالي فقد كشفت شركة ميباو تكنولوجيا الصينية عن صالة مكعبة الشكل بمساحة 5 أمتار من الممكن ممارسة الرياضة البدنية بداخلها بأي وقت وأكثر ما يميز هذا المنتج إمكاني التنقل من مكان لآخر وبأي وقت وإتاحة المجال أمام جميع الناس ممارسة تدريبات ترفع لها قطع البدنية دون التقييض بموعيد أو بجداول أصالات التقليدية وخلال التدريبات يمكن الاستماع للموسيقى أو مشاهدات فيلم سينمائي خلونا نشوف سوا اشتركوا في القناة حطتنا التالية من محافظة ريف دمشق فقد عقدت محافظة ريف دمشق اجتماع بمبنى المحافظة مع الإعلاميين لمناقشة التغطيات بمناسبة عيد الصحفيين وعيد الصحافة السورية تفاصيل أوفا مع زميلتنا نيرمين عمار خلونا نتابع بشكر الصحافة اللي هي مشاركتنا عملنا في الإشارة إلى مواقع الخلل ان وجدت نحن هذا اللي عم نطلبوا منهم انه نحن بالمشاركتنا معهم انه وين بيشوفوا اي نقطة تحتاج الى معالجة تحتاج الى اصلاح تحتاج الى تعاون انه نكون نحن موجودين نحن وياهم كفريق عمل واحد اللي عم يبزل جهود كبيرة وعم يغطي بشكل كامل ان كان محافظة الريف وان كان مستوى سوريا وهذا عم نشوفه من خلال تغطيطهم وخصوصا محافظة الريف دمشق محافظة كبيرة ومنتشرة ومع ذلك عم نلاقي تغطيات اعلامية بمناطق عديدة من هذه المحافظة طبعا هاي مشكورة جهود محافظة دمشق عد يمكن هاي تاني تكريم بتسم تحديدا للاعلاميين اللي عم بيقوموا بتغطيط فعاليات ونشاطات المحافظة بالمقابل دور الاعلامي هو مرآة المجتمع يعني قد الامكان عم بيحاول الاعلامي يكون صورة للمجتمع وينقل الواقع طبعا مع وجود بعض خلينا نعتبر بعض الصعوبات الاعلام الوطني السوري كان له دور كبير بنقل الاحداث خاصة بهالأزمة اللي عم نعيشها لهيك نحنا منقول كل عام وانتو بخير لكل الصحفيين طبعا اعلامنا السوري الوطني لانه هو اللي كان عم ينقول الصورة الحقيقية عن الاحداث اللي عم تصير بسوريا خاصة المناطق اللي عم ترجع لحضن الوطن ما بيقولوا بعد ما يحرروا بواسل جيشنا العربي السوري عم نقوم بتغطية هاي الاعمال وبالاضافة لتعاملنا مع القنوات الاعلامية نور اكيد قبل ما نبدأ أولى فقراتنا ننحيي كل الصحفيين السوريين بعيد الصحافة السورية وبرغم ظروف الحرب دائما نحن مستمرين بعملنا اكيد اكيد ننحيي جميع الصحفيين السوريين لانه خلال فترة الحرب أثبتوا انه الكلمة هي مثل الرصاصة الى جانب الجندي العربي السوري عم تدافع عن ارض هالوطن رغم كل الظروف اللي عم نعيشها في كتير من يمكن زملائنا الاعلاميين والصحفيين خسرناهم بالحرب لا يمكن ننقل الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي في ظل التضليل الاعلامي اللي عم يصير اكيد الرحمة لارواح شهدائنا من مدنيين وعسكريين وحنبدأ أولى فقراتنا بتستمر الجمعية السورية للاستكشاف وتوثيق استعداداتها لإقامة معسكرة التدريبي التنموي الانتاجي السنوي لعام 2017 بمنطقة مشقيطة بمحافظة اللادية تحت عنوان معسكر المنارة وشعاره نار هواء ماء لنحكي أكثر عن المعسكر واستعداداته وأهدافه كيفية المشاركة فيه معنا اليوم بالاستيديو مهرج الحم المنصق الاعلامي بجمعية الاستكشاف وتوثيق استعد صباحك واريش شاهين عضو بالكادر التنظيمي استعد صباحك صباح خير بالبداية يمكن اللي تميزتوا فيه انه كل سنة بتحاولوا تقدموا شي جديد خلينا نحكي عن هيدا المعسكر شو اللي جديد فيه يمكن شو المغامرة او التحدي الجديد اللي عم تخوموا فيه جديدنا هاد المعسكر انه هو رح يكون على ثلاث محاور احنا كنا متعودين انه يكون في عنا تركيز بجانب معين سنة احنا رايحين على ثلاث اتجاهات نشتغل عليهم سبا متل ما بيان معنا حتى من شعار المعسكر انه هو عبارة عن ثلاث اقصام ثلاث اجزاء هنا بمضمنين عم نشتغل عليهم واحد هو المعسكر التدريبي بذاته اللي هو رح يكون خلينا نقول مثل قاعدة العمليات اللي هي رح تنطلق منها كل المشاريع بهذه المنطقة الشق الثاني منه هو جزيرة قريبة من موقع المعسكر سيكون فيه مشروع استثماري او خلينا نقول مثل الخطوة الاولى للمشروع سيكون نفعه كامل على هذه المنطقة او نشتغل المحلي الموجود هنا والشق الثالث الموجود فيه هو الاهم يلي هو تنمية قرية كانت احدى القرى اللي هني كانت هي على خطوط التماس وكثير تضررت وكثير كان صار فيها ازابة بالمرحلة اللي صارت السابقة يعني بخينا نقول ممكن هي سنة الماضية تحررت المنطقة بس كثير كانت معانية من اضرار فنحنا حاولنا من سنة الماضية وهي السنة انه نحنا نزيد اهتمامنا فيها ونسلط الضوء عليها اكتر يعني اريج مثل محكا ماهر فيه ثلاث محاور لهذا المعسكر بالعمل يمكن اهم محور هو التنمية واعادة يمكن الرونق لأحد المناطق بسوريا تحكي لنا اكتر عن هذا الشي كيف عم بتجهزوله والتحضيرات طبعا احنا صلنا فترة منيحة عم نطلع على هاي القرية عم نشوف شو الاحتياجات اللي غابت عنهم القرية كتير تأذيت مثل ما قال ماهر كانت على خطوط التماث مع داعش فهذا الشي كتير تأذيت من وراه ما في عندهم الاحتياجات الاساسية اللي عند اي شخص ممكن يكون موجود باي مكان المي كتير بعيدة عنهم المدارس كتير بعيدة كمان ما في مدارس بقلب المنطقة بيضطروا لحتى يطلعوا لمناطق تانية لحتى يتعلموا حتى هاد الشي يعني بيكلفهم النقل كذا تعرفي انت قرى فالمعيشة فيها او الدخل المعد تبعهم كتير قليل الزراعة عندهم كتير تأذيت المحاصيل احترقات فهنا الشي اللي بيعيشوا منهم هنا المحاصيل فهي المحاصيل راحت فكتير تأذوا وكتير يعني غاب عنهم شغلات لأي شخص ممكن يكون لازم يكون متحقق لهم فلهيك نحنا كرسنا كتير من الوقت لحتى نطلع نشوف ندرس الحالة الاجتماعية نشوف الاحتياجات وندرس شو فينا ممكن نقدم لهم شو ممكن نساعدهم عملنا هدف أساسي للمعسكر انه يكون موجود القرية فيه وانه تكون القرية هي الشي اللي ممكن نحنا نكون نعم ننمي فيها الشي اللي العالم الممكن انه ما يكون موجود عنده يمكن اهم شي الدعم اللي قدمتوه ضمن ظروف يمكن صعبة وامكانيات محدودة طبعا هالا عمل حال نتابع المادة التالية ونرجع نتابع حديثنا معكم ترجمة نانسي قنقر 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 هالسنة شعاركم هو نار، ماء، هواء، نحكي ليش اخترتوا هذا الشعار وشو الفرق؟ عادةً لنختار أي معسكر بسبق فترة طويلة كثير من الدراسات والتحضيرات ومثل ما زكرت قريج أن أحد المحاور اللي كان هو القرية وتنميتها كمانها اخترت لنا فترة طويلة من الدراسات الاستبيانة فنحنا شوي شوي بلشنا عم نبني المشروع خطوة خطوة لقدرنا نوصل لها المحاكات لهذا الشعار نحنا كان اختيارنا له بهذه الثلاث محاوة مثل إذا نقول بلمحة بسيطة عنه أنه هي الماء اللي هي الجزيرة اللي هي رح تكون البيئة الحاضنة لأي طاقة رح تكون اللي هنا طاقة الشباب اللي هنا ينطلقوا لينموا البلد اللي ينموا خياؤلنا مزج المصغر عن البلد اللي هو هاي القرية اللي هي قرية خربة سولاس فنحنا بتنميتها نطلقنا باتجاه البلد نطلقنا باتجاه الكون اللي هو عن المسل فيه الهواء وطاقتنا طاقة الشباب اللي هنا العمل المشترك العمل التطوعي الموجود عندهم اللي هو النار والجزيرة اللي هي مثل ما حكينا مشوية البيئة الحاضنة اللي هي الماء ويمكن الجميل أنه أنتو مجموعة شباب العمل المشترك بيناتكن عم يكون إلو روح خاصة يعني كنا عم نتابع المادة التالية وعم نتفرج على عيونكم كان فيه سعادة أنه نحنا عاملين شيء على الأرض كان فيه إنجاز قداش فعلا أنتو راضين يعني أنتو شباب صغار أعماركن صغيرة يعني أريج تساطاش عشرين يعني أعماركن بعدكن طلاب جامعة وعم تحاولوا يمكن تقدموا شيء للبلد ضمن إمكانيات كمان محدودة بنا نقول يعني نحنا كل سنة عين سنة بيكون يعني أول هذا الإنجاز هو الخلاص يعني اللي ختمنا فيه تتفاجأ بالخدرات من وجمي لأنه لسه لا أنا ما برضى بهذا ما برضى وأقل من هاد ونحنا كمان يعني ما بلنس على شغلة أنه نحنا جمعية فنحنا ضمن المجتمع المحلي وضمن المجتمع المدني فنحنا مضطرين أنه نساهم فيه نحنا مضطرين نقدم له نحنا واجبنا أصلا هو مفروض علينا وواجبنا أنه نقدم وواجبنا أنه نساعد. في الإضافة لهذا المشروع، معسكرنا هو ما أنه نحن طالعين على البحيرة نقعد على الشط. نحن طالعين لنشتغل لنقدم شي. فمشان هيك نحن نلاقينا شوية شوية عم نمشي عم نطور أكتر. فهذا واجب علينا أنه نقدمه. أكيد. يعني ريج يمكن جمعية الاستكشاف وتوثيق هي من الجمعيات. يعني ما ضلت ثابتة عند هداف معين. بالعكس تقدمت كثير. يعني ما كان فقط استكشاف منطقة توثيق يمكن شي غايب عن الناس وبس الهدف. أم نشوفكم هلأ داخلين على التنمية المجتمعية على مساعدة الناس بشكل عام. أو حتى الفعاليات شاركتوا بكتير فعاليات وكنتوا داعم أساسي إلى. نحكي عن هذا الهدف وقد مهم يكون الفرد منتج وداعم بمجتمعه. أول شيء أنه نحنا الهدف عنا ما بيتوقف عند هدف واحد. يعني نحنا عنا لازم أنه كلما نحقق هدف منحس أنه المسئولية عنا كبرت. ولازم نحقق هدف أكتر أهداف أكتر. فنحنا بهذا الشيء منصير نفكر أنه شو لسه ممكن نقدم شو لسه ممكن نساعد. الجمعية مو بس مقتصرة لأنه والله إحنا وثقنا عن هذا الشيء. نحنا منوسق ومنساعد بحماية هذا الشيء. نساعد أنه يضل هذا الشيء لحتى العالم اللي حتي تجي من بعدنا يشوفه. ليس لأنه نحنا نشوفه وأنه والله إحنا عملنا هذا الشيء. لا. نحنا لازم نوسقه لحتى نظهره العالم لحتى العالم. كمان مثل ما نحنا عم نحسه مثل ما نحنا عم نشتغيل تفكر هي لتشتغيل هذا الشيء. فمن هون نحنا منبلش أنه أهدافنا لازم تتغير كل فترة. خلصنا هذا الهدف. لا. مو أنه نسبة عليه. خلصا نختفي. نروح لهدف ثاني. إنجازات يعني استكمال الإنجازات. إنجازات ما بتخلص يعني. طيب خلينا نحكي معك ماهر يمكن لميزكم كمان هو التوثيق اللي عم تشتغلوا عليه. يمكن من بداية الأزمة لليوم في كثير من الجمعيات والمجتمع الأهلي. وضمن برنامج صباحنا غير عم نشهد كثير من الجمعيات عم نشتغل على الأرض. عم نتفاجأ بمواهب الشباب وإمكانياتهم وقدراتهم. بس قدش مهم فعلا توثيق يمكن اللي عم نعيشوا اليوم. لأنه يمكن بعد عشر سنين نقول سوريا تعرضت لحرب. بس كان في شباب على قد المسئولية إلى جانب الجيش العربي السوري عم يحاربوا. ضمن يمكن اختصاصاتهم إن كان بالجامعة إن كان بالعمل. ما في شي رح يستمر معنا إذا ما كانوا موسق. إن كانوا اكتشاف أو إنجاز أو حتى كحياة يومية. أي إنجاز لازم نعمله أو نحن لازم يكونوا موسق بكل طرق التوثيق المتاحة قدامنا. نحن كجمعية تأسست عملة من الثمانينات. فهو تراكم خبرات عم تمشي معنا هي اللي وصلتنا لهون. هي اللي وصلتنا لأنه نتميز بمجال التوثيق. فشوية شوية نحن عم نطور حالنا. شوية شوية نطور الأدوات اللي عنا. نطور التقنيات اللي عنا. لا نقدر نحقق حالنا بكل سنة بإنجاز مختلف أكتر. نقدر نوصل ونصلت ضوء أكتر على مجتمع. على اكتشاف على إنجاز على أي شيء من نحن نقدر ننحققه أو ننجزه خلال العام. أكيد. يعني مثل ما قلت دايماً الإنسان لازم نحط قدامه هدف ويمشي عليه. نتمنى لكم كل التوفيق بهذا المعسكر. وأكيد رح يكون في نتائج إيجابية اللي نرصدها معكم بالحلقات القادمة. من الشكر وجودكم معنا شكراً ماهر وشكراً قريش. شكراً كتير لكم بس نحنا كنا حابين نضوي على شغلة صغيرة. نحنا بكل أي شيء ممكن نعمله بالحياة لازم تكون في إلنا داعمين لأله. فهذا الشيء اللي نحنا هلأ نطمح له أن يكون في ناس عم تدعمنا. عم تدعم معسكرنا عم تكون معنا لحظة بلحظة. هذا الشيء عم نفقده صراحة حالياً. وبأي شيء ممكن لازم العالم تسعاله لحتى يصير شيء كبير. فنحنا لحالنا ما فينا نوقف. ما في شخص لحاله بيضل. فنحنا لازم يكون في معنى أشخاص. لازم الأشخاص اللي هي بتحب هذا الشيء تساعد فيه. صباحنا غير من وجه دعوة لكل يلي يتابعنا ويقدر يدعمكم أو حتى يشاركم بالعمل اللي يكونوا وجود. أكيد. مو بس هيك سلمة يمكن. الهدف الأساسي من وجود جمعيات شبابية وشباب ببرنامج صباحنا غير تسليط الضوء عليهم من أجل تقديم الدعم لإلكم. لأنه في كثير من النشاطات الفعاليات عم تقوموا فيها. وكثير من الجمعيات لازم نسلط الضوء عليهم. مثل ما نحنا لازم نقدم لهذا المجتمع ولهي البلد. فكمان بالمقابل أشخاصية لازم تدعم المجتمع لازم تدعم كل شيء فعاليات ضمن هذا المجتمع المحلي. فهو. الرسالة وصلت. أنت فكية. نتشكركم على وجودكم معنا. شكرا. نتمنى لكم التوفيق لكل فريق العمل. شكرا كثير لكم. شكرا. سلمة بأجواء أيض الصحافة السورية اللي كان مبارح مستمرين فقط عقد اتحاد الصحفيين اجتماعا لعدد من الصحفيين. تفاصيل أوفة مع زميلتنا لينا شايبون بالمادة التالية. موسيقى جميع يعلم بأن الإعلام هو أحد فرق الجيش العربي السوري. ودوما كان في الخندق الأول يدافع عن شوريا في كل الجبهات. يعني سواء في الجبهة السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الصقافية الجميع. الإعلام السوري كان متواجد في كل هذه الجبهات. وستطاع بصراحة بكل إيمان أن يواجه آلات إعلامية شيطانية مدججة بالمال والخبران. وستطاع أن يفوز بمعركة الكلمة. وبالتالي لابد من توجيه التحية إلى كل الصحفيين، صحفيين سوريا، الشرفاء، الأبطال، لازم يلعبوا دوراً هاماً جداً في انتصار سوريا. دمشق كانت أم الصحافية. إضافة إلى أن الإزاعة السورية كانت الأولى تعريباً. التلفزيون السوري في عهد الوحدة كان الأول. فسوريا كانت سباقة في مجال الإعلام والصحافية. لذلك أنا بأعتقد أن هذه المعلومة تحفز الصحفيين، الشباب هيك مثلكم، والإعلاميين على استناد لهذه التقاليد الكبيرة. في هذه الأيام 15-8-2017 ما أشبه الأمس باليوم. لأن سوريا أيضاً إن شاء الله متجهة إلى الانتصار الحقيقي على الإرهاب من خلال هذه الإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري والحلفاء وكل القوى الرديفة للجيش العربي السوري. وبالتالي نحن كإعلاميين معنيون بأن نظهر هذه الإنجازات معنيون بأن نكون مع الجيش في الميدان أيضاً، معنيون بأن نعزز هذه الحالة لشعبنا العربي في سوريا من خلال الحفاظ على هذا البلد لكي يبقى بلد المؤسسات. الصحفيون الذين يمتشقون الكلمة سلاحاً ويؤكدون التآخي التاريخي بين بندقية المقاتل في الجبهات وخلم الصحفي لحماية البوابات الداخلية للوطن هذا التآخي هو الذي يميز سوريا وهوية الصحفي العربي السوري. نحن نؤمن بأن الكلمة كالرصاصة وفعليتها أكثر في الوجدان والفكر والثقافة والرأي. كانت الكلمة العنوان منذ البداية والكلمة اليوم التي نحاربنا من أجلها ونقاتل من أجله هي كلمة الحق الذي رفع رايتها الصحفيين السوريين والإعلاميين السوريين قدموا شهداء مع الجيش العربي السوري مع شعبنا السوري. اليوم عندما نحتفي بعيد الصحافة نحتفي بالقيمة التي دافع عنها الشهداء من أجل سوريا ومن أجل إعلاء كلمة الحق في سوريا التي كان القلم السوري كان عنواناً دائماً وأبداً وسيبقى العنوان الدائم في الدفاع عنها كلمة الحق سوريا المنتصرة سوريا التاريخ سوريا الحاضر سوريا المستقبل. كان هذا الإعلام يتحدى هذه الظروف على ضوء وأنتج ربما ما يشبه أو ما يحتاج إلى دعينا نقول توسيق لكي يكون ربما واحدة من المناهج التي تدرس في كليات الإعلام من خلال ما خاضه من تجربة الإعلام السوري في هذه الحرب الشرية. في هذه المناسبة مرة أخرى أتقدم بالتهنئة لكل الإعلام السوريين وأنتمنى في العام القادم أن نكون أنجزنا القصد الأكبر مما نطمح إليه وأن ينجز السوري ويتحقق الإعلام السوري. موسيقى 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 أما هلأ سلمة خلينا ننتقل لمساحتنا الطبية لليوم وإلى هاجس. أغلب الحوامل كثير من النساء بيظل عندهم تخوف دائم أنه يرجع جسمهم مثل ما كان قبل الحمل والولادة. واليوم مع تطور التقنيات والعمليات أصبح هناك عمليات لشد البطن للعودة كما كان. أكيد نور بعد الولادة بتعرض جلد البطن إلى الترهل التشقق. شو هو الوقت المناسب لأجراءها العملية؟ هل من مضاعفات ممكن تظهر بالمستقبل؟ نصائح أخرى هي محاور فقرتنا لليوم مع دكتور راني خاجو أخي صائب الجراحة التجميلية. يسعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبداية يمكن خلينا نعرف مشاهدينا شو هي عملية شد البطن؟ بالحقيقة مثل ما ذكرت حضرتك هو هاجس عند كل السيدات تماما هذا الموضوع بعد ما يطمن الواحد على صحتهم ويطمن على صحة الجميل. يمكن وهلأ صار هاجس كثير كبير يمكن مع التطور التكنولوجيا والميديا وبتحس يعني تتفرج على تلفزيون عرضات الأزياء بترجع المرأة بالبيت قول بدي جي سنة يرجع كما كان. لازم تكون مثل قبل الزواج أو قبل الحامل أكيد هذا الموضوع كتير مهم بيدخل في عدة عوامل نحن إذا ما نحكي عن موضوع شد البطن يعني في عدة أمور تدخل ضمن شد البطن. أول ما يبلش الحامل وخصوصا خلال الأشهر الأولى ما كتير بتكون السيدة منتبهة لموضوع أنه لازم بلش أنا وقاية بكير مشها ما يصير عندي أي تراهل كتير بعدين أو يصير تشققات تفزرات حملية كمان هذا موضوع كتير مهم. دائما نحن نقول أنه بداية بعد الشهر الثالث للرابع لازم تكون البقية ببلش من هذا المستوى. اللي هو إن كان عمستوى الكريمات الموضعية إن كان عمستوى حتى زيت الزيتون بدهن البطن بزيت الزيتون. اللي كان موضوع الكريمات الخاصة للتشققات تفزرات الحملية. لما ببلش البطن على الأشهر الأخيرة من الحمل يكبر ويتوسع هذا كله عم يعمل شد على الجلد وبالإضافة لأنه عم يصير جفاف للجلد. هذا الشد وجفاف للجلد وكبر حجم البطن وخصوصي بمنطقة تحت السراء عم يعملنا هذا التراهل الجلدي. بالإضافة للتراهل الجلدي عضلات البطن عم تصير ضعيفة نتيجة كبر حجم الرحم عم يصير عندي ضعف بعضلات البطن. كمان عم يصير عندي مستوى ضعف كبير من عضلات مرافق مع تراهل الجلد كله عم يأثر ما بعد الولادة. بتجي السيدي ما بعد الولادة طمنت على صحة البيبي طمنت على صحتها. اجا عنده الموضوع الأهم اللي هو الهاجس كما حكينا موضوع أنه أنا كيف بدي حاول اتخلص من هذا التراهل الموجود. بيجيك دائما سؤال مرافق أنه دكتور أنا محا أعمل هلأ العملية لحتى خلص كل ولاداتي. لأنه في دائما هيك مقولي ما بعرف ليش إشاعة كبيرة أنه خلص بعد ما عمل شد بطن ما عاد قد رجي بولادة. لا الحقيقة هي ما موهك الموضوع. عبارة أنه لازم بس تستنى حوالي السنة ليرجع تمدد البطن طبيعي بعد العملية. بإمكانها بعدين تحمل وتجي بولادة. موضوع شد البطن هلأ إذا دخلنا بتفصيل موضوع شد البطن هو دائما عنا نحنا التراهل الموجود من السر أو تحت. هذا كلاته بعملية شد البطن حيروح عنا. الجلد الزايد اللي ضمنها المنطقة كليات وحيروح. بالإضافة منقدر نعمل عملية ترميم لعضلات البطن بأثناء العملية. يعني منحاول نرجع عضلات البطن لوضع الطبيعي. وبعدين نعمل عملية شد البطن لحتى يرجع البطن إلى درجة ما يكون مثل قبل الزواج أو مثل قبل الحمد الأول. طيب هون دكتور يمكن بعض النساء تسأل هل هاي العملية بتتناسب مع كل السيدات؟ مثلا أو هل مثلا في طرق مختلفة متنوية على إجراء هذه العملية؟ يعني بعض استفسارات أو مخاوف بيكون طبيعية؟ صحيح، أي عمل تجميلة بالمجمل أكتر شيء السيدات، نحن نحكي طبعا هو في سيدات ورجاء، لكن كونه موضوعنا مختصة تقريبا ضمن السيدات بيشوفوا ناحية الإيجابية منه. لا أنا بقول لازم نشوف نحن ناحيتين ناحية الإيجابية والناحية السلبي. دائما لما مشوف أنه ناحية الإيجابية تجاوز السبعين بالمئة فأنا بعمل ريسك وبروح عليه لأنه عندي الإيجابيات أكتر. صحيح أنه كل حالة إلى وضع الخاص، كل حالة إلى دراستة الخاصة حسب حجم الحوض، حجم الحوض بلعب كثير أهمية كبيرة بعملية تشد البطن. الموضوع الأهم الدائما بركز عليه أنا بالعيادات أنه موضوع ندبة البطن. بدنا نتأقلم مع ندبة البطن، بدنا نشوف نمط الجلد، إذا حيكون نمط الجلد من النوع الجيد، اللي ممكن للندبة ما تكون ظاهرة كثير، ولا لأ ممكن تترك ندبة ضخامية من إلا لبعدين. كثير مهم نحن نشرح للسيدي، ما ترجع السيدي تقول بعدين دكتور أنا هذا الموضوع ما كنت بعرفه أو ما كنت مشيتها الخطوة لأني ما بعرف هالفكرة. فلازم هي تطلع على كل الإيجابيات والسلبيات، تأخذ وقت بالتفكير ما يكون الفكر عاطفي. يعني كيف؟ ما يكون لأنه أنا بدي أعمل شو ما كان لحتى أرجع مثل ما كنت. لا، أخذ الموضوع شوي بعقلاني، حط ميزان الإيجابيات والسلبيات مع بعضهم، وإذا رجحت كفة الإيجابيات وقدرت استوعبت الموضوع، روح على العملية. هناك نقطة دكتور كثير مهمة ذكرتها هي عوضة عضلات البطن مثل ما كانت أثناء عملية تشد البطن. في كثير من الحالات عند الأمرأة تكون حاملة بالتوأم، اثنين أو ثلاثة، بصير فرط بالعضلات. قداش ممكن هي فعلاً عضلات خلال العملية ترجع مثل ما كان يعني يعانوا مننا كثير من النساء. صحي، صحي. الحقيقة إحنا مسامية بعد مستقيمتين. أنا ما حدخل بالتفصيل العلمي تماماً، بس بموضوع أنه عضلات البطن اسمها المستقيمات. يعني هني وضعهم الطبيعي يكونوا شكلهم مستقيم. فأثناء الحمل عم يتحول هالشكل المستقيم للشكل المغزل يعني شكل بومبي عم يكون. بالحمول الكبيرة اللي سواء كان توأم أو سواء كان حجم أحياناً يكون حجم بالبطن كبير. يعني جنين وحيد لكن فيه حجم بطن كبير. بالإضافة بيكون ضعف بالعضلات سابق. يعني الصبية قبل الزواج ما كتير عندها حركة رياضة. بعدما تزوجت التهت بالبيت ما عم تعمل رياضة تمارين معدة. عمل عندي ضعف بالأساس بعضلات البطن. الجانب بالإضافة عامل إنه حجم البطن كبير عمل ترهل كبير بالعضلات. صار شي اسمها تباعد مستقيمتين. يعني هالعضلتين تباعدوا كثير عن بعضهم. نجي موضوع الترميم أثناء العملية. أثناء العملية ممكن إحنا نقول يعني كنتيجة واقعية نكون تقريباً لـ 80%. تعود العضلات. ترجع العضلات بوضع. بقدر هيك نوه على موضوع حضرتك كمان. مهم جداً أنه إحنا الفترة الأولى بأول ستة شهور. بيكون قوة البطن على الخيوط الموجودة أثناء العملية. بينما تتليف هذه الخيوط بعد ستة شهور تاني تصير ترجع طبيعياً. بمعنى لازم كمان تنتبه على موضوع أنه أول ستة شهور ما يكون عندها ضغط كثير على البطن. لأنه لسه العملية ببدايتها قوة العملية عم تكون على الخيوط الموجودة. لازم تتحمل شوية ما مشي حمول كثير ما شي الغراض. انتبه ارجع شوي شوي على رياضة لحتى ما تقفى أول ستة شهور تقدر ترجع لحياتها الطبيعية بشكل جيد. طيب دكتور كمان بعض الأسئلة المتكررة اللي بنشوفها أو بنسمعها عن عملية شد البطن أنه هل هي بتساهم بإنقاص الوزن وعلى هي بس مجرد نحت وتجميل للمرأة؟ بالهدف الأساسي أكيد هو الشكل الخارجي. دائماً نحن عم نشتغل على الشكل الخارجي. بطريقة غير مباشرة أكيد بينزل الوزن لكن مو هل نزول الحاد يعني مو مثل عمليات البدانية اللي بيكون الهدف الأساسي فيه أنه نحن نقص الوزن. لأ هون نحن عم نشتغل على الشكل الخارجي للجسد تماماً بالإضافة ممكن يكون في عندي نقص لحد الأربعة خمسة كيلو حسب كل سيدي سبعة كيلو منها. أربعة خمسة كيلو ولما تقولون لسيدة حامل ولدت جديد الأربعة خمسة كيلو من اللي هو راح هو فكتير منه. صحي 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 صحي. دكتور خلينا نحكي عن النتبة اللي تحدثت عنه وهي كمان نقطة كتير مهمة للنساء اللي عم يحضرونا اليوم. فعلاً قداش ممكن الجلد بيلعب دور بأنه النتبة ما تتعلم كتير ممكن يكون كمان جراء العملية بإشارة البطن مكانة كمان بيلعب دور. هل هناك تقنية تكون حرارية أو بدون خياطة داخلية؟ بدون خياطة مثل ما تقول. يعني الخيط موبايل هي نحنا منقلة خياطة داخلية. لكن العوام يعرفون أنه يهمون أنه لا يكون في فكرة. يقولوا ما في خيط غير بس آخر الجرح. حتى لا حتى ما في أي خيوط. طريقة إذا بدنا نأخذها حسب ترتيب الأهمية صراحة هو نوع الجلد الدرجة الأولى. نوع الجلد. ألماط الجلد مختلفة عند البشر. هل يمكن أن الشرق الأوسط نحن نمتاز بأن جلدنا أقوى؟ له علاقة حسب الندبي وجدرة. لا يشكل. عوامل الألياف المريني الموجودة بالجلد هي تلعب دور الأكبر. حتى نحن نتحدث عن سوريا فيها خليط كبير. منطقة سوريا فيها خليط كبير. فلا تستطيع أن نأخذ حيز منفصل من الشعوب. لا لأنه جزور العالم الموجودة تختلف لعدة مصهورة بيسلي واحدة. وهي سوريا الكبرى الموحدة. الفكرة الأساسية أنه نحن العامل الأول نكما حكينا هو نمط الجلد عند السيدي بيلعب دور. طريقة الجراح في الشغلة بيلعب دور. الشد على الجلد بيلعب دور. وهو بيعملي نقص تروية إذا كان فيه شد كتير على الجلد. بيهمني كتير كون فيه دم جيد بالندبة حتى ما تصير ندبة سيئة. الإضافة التانية اللي كنت ذكرت أنه النقطة التانية هي أنه الخواصر. في كتير سيدات بيكون أهم الأساسي أنه أنا في عندي ترهه الجلد شايفته. لكن بس يروح ترهه الجلد كنت تبهى أنه في عنده خواصر ظاهرين صاروا. ومنظرهم عاطي البطن ممسوح إلى درجة ما. بس الخواصر عاطين منظر موحلو. فدائما بيضطرح عليه أنه حتى يكون فيه شفط للخواصر أثناء العملية. لحتى ياخد تناسق الحوض من جديد. نحنا بنقول له تناسق الساعة الرملية. مبدأ الساعة الرملية اللي يأتي من فوق عريض ومنزل على الخسر الدقيق. هذا ضروري يكون موجود. وهي الخواصر أساساً ما تكون موجودة يعني أثناء الحمل يمكن تظهر. يعني الآن الخواصر نحنا عم نحكي عم تعبي شحم صفت. عم تعبي عم تخزن شحوم الخواصر. فهي طريقة الشفط هي عم تكون لألا. بالإضافة ممكن نعمل شد للخواصر بتوسيع ندوة الجرح شوي. يمكن دكتور حكيت على شغلة ببداية حديثنا وقلت إنه هاي العملية يعني هي مانا بنهاية سحرية. في عوامل كتير بتلعب دور. يمكن النظام الغذائي للمرأة الرياضة. قدش ممكن هي تكون فعلاً معتمدة على نفسها بشكل صح وفي تنصيق بينها وبين الطبيب. خلينا نحكي عن هاي العوامل هي بتسمى عوامل نجاح العملية العوامل الأخرى اللي ممكن المرأة نفسها تعملها لحتى يمشي الحر. صح. أنا بعتبر العامل الأساسي للنجاح العملية إنه المرأة أو السيدة تكون عم تنظر نظرة واقعية للعملية. كيف نظرة واقعية. دائماً بحس إنه بيجوني على العيادات أو بيراجعوا المشافي عم يشوفوا مثلاً سيدة أو زميلتهم أو صديقتهم عاملي شد بطن. وعم يشوفوها غابة ستة شهور أو أربعة شهور أو ثلاثة شهور ورجع بطنة كثير بيجنن وندبتها كثير حلوة. بس هني ما سألوا حالو إنها ثلاثة شهور كيف عانت لحتى وصلت لهم. طبعاً. فدائماً الفكرة إنه هي قبلوا بعد. قبل هيك بعد. لا. العامل الأساسي مكلم ما ذكرنا إنه نتقبل الواقع العملية. في عندي حالة وزمة بعد العملية. في عندي زراء مديكون. في عندي معانات أول أسبوع أسبوعين. حسب كل العملية طبعاً المعانات. حسب كبر العملية. قديش حجمها. قديش خطورتها. كله هذا بلعب دور. فالعامل الأساسي إنه نشرح للسيدة إنه إذا كانت هي نزلتها غير واقعية. لا. العامل الأساسي. نشرح لها قديش حيكون استفادتها. وشو المراحل اللي حتمر فيها. لأنه بعد العملية. بكبلش تحس إنه قف في وجع. في زراء. في هذا كله لازم تكون هي. عارفانتم مشان تتقبلوا. بسلاس. النقطة الثانية هي ثقة السيدة بالجراح. وهو موضوع كتير مهم. وليش عم قول مهم. لأنه عم لاحظ حاليا إنه السوق التجميلي يعني ببعض المحلات أخذ سوق تجاري. صحيح وهي نقطة كتير مهمة. صحيح. لماذا نسألك مثلا عن النتبة البطن. لأنه هي معترفة عليها عند كل الدكات. راعتنية البطن هي النتبة بحيث ما تكون ظاهرة. تتفاجأ في كتير من السيدات. يا هي بتكون أعلى. يا بتكون هي منخفضة أكتر. ما كتير بتكون دقيقة. يعني هون بيلعب دور. مثل ما قلت إيه السقة بالجراح. لأنه ممكن يعمل لك إنه العملية هي كتير طبيية وسهلة يكون في خطأ من قبل الجراح. يعني هي يمكن على ميلة مع المرأة بتفرق. يعني حتى نفسيا بتفرق معها. كتير أحيانا بيكون مفتكة إنه نحنا موضوع الشد البطن حتكون ندبتها على خطة القيصرية. مثلا نحنا كلها نعرف إنه خطة القيصرية ندبته أصيرة. لكن لا أكيد هي ندبة بتمتد أكتر من خطة القيصرية. فكمان هذا الموضوع مثل ما ذكرتي حضرتك عم يكون مفاجئ. إذا ما كان من البداية محضرة ومعرفاني كيف الحدود العملية. كيف حتكون حدود الشأ أكيد سيعمل عندها عدم ثقة. واللي هو صاير بجزء. نحنا ما حنعمم لكن صاير بجزء إنه السوق التجميلي التجاري عم يكون خطر بهذا الموضوع. أنه نحنا حنعمل شغلة كثير ممتازة كثير كذا بتتفاجأ السيدي بعد أنه هي وقت. ما بدي قول بفخلة كان وقت بمشكلة مثلا أنا مفروض أرجع لدوامي بعد عشر تيام. بتتفاجأ لأنه أنا بدي نقاها شهر أو شهر ونص. يعني ما أنا محطوطة بصورة الجو تماماً. فلا مثل ما ذكرناه. حتى ومكان الجرح يعني ممكن بفرق ما على ميل. على نص سمتي أو صحيح. لأنه كمان الجرح بيختلف حسب حوض السيدي. كل ما كان الحوض أكبر كل ما كانت الندبي ستكون أكبر. فهذا الموضوع صحيح. كما ذكرتني حضرتك كثير مهم. النقطة الأهم بالموضوع أنه نحنا ما نعم نشتغل مريضة. نحنا عم نشتغل حالة تجميلية. بمعنى أنه كثير عن التفصيل هو المهم. التفصيل الندبي كثير مهم. أحياناً بالعمليات الإسعافية. التفصيل مو مهم. المهم صحة المريض. وحال الحياة المريض. نحنا هون ما في شي مهدد له الحياة. نحنا عم نشتغل موضوع تجميلي. ممكن يكون الشخص جاي بس مشان الندبي. يعني الموضوع الأهم له الندبي. ما هو موضوع ساني وهو موضوع رئيسي عند الشخص. طيب دكتور راني كمان يمكن بمجتمعنا بشكل عام. نحنا بنعاني من شي اسمه الطبيب الجار أو الطبيب الصديق أو الهي. فخلينا نحكي ممكن شوية معلومات لكل الناس. أنه كل حالة هي مختلفة عن التاني. يعني متل ما قلت بالبداية في أنماط للجلد. يعني ممكن اللي بيتناسب مع نور غير بيتناسب مع سلمة غير بيتناسب مع فلانة. نحكي عن هاي ممكن النصائح أو التحليلات أو الشي اللي انتو بتتبعوه شكل عام. لكل شخص لحتى يكون بيعرف بالنهاية حالته بشكل كامل. نحنا دائماً مثل ما ذكرنا السيدة إذا بدأ تيجي تعمل عملية شط بطن. شو بيهمها تكون تعرف إذا كانت. يعني نتوقع أن ندبتها ستكون جيدة أو عملية تكون جيدة. مثل ما ذكرنا موضوع حجم الحوض بيلعب دور. نحن كل مكان الحوض أكبر كل مكان ستكون لتعرف السيدة الندبي ستكون أكبر. موضوع الوراثي بالندب. إذا كان عندها عماتها أو خالاتها أو أهلها في عندهم ندب ضخامية أو جدرات. فهذا وارد يكون كمان عندها موجود. فهي بدأ تتهيأ أو نحن نهيأ أنه احتمال يكون عندك ندب ضخامية بعد العملية. كونه في عندك عامل وراسي بهذا الموضوع. الموضوع الثاني موضوع فقر الدم. وهو موضوع كتير مهم. كتير سيدات بعد الحمل كتير بيعانوا بنقص الحديد أو فقر الدم. كمان هذا مؤثر على العملية. كمان لازم تعرف أنه ممكن تحتاج نقل دم. في حال اضطر الموضوع أو كان الخضاب قليل ممكن تحتاج لنقل دم. وفقر الدم كمان بيأثر على موضوع. كونه دخلنا بموضوع الندبي بشكل تفصيل. لأنه كما ذكرنا بيشد البطن هو موضوع مهم. فقر الدم كمان بيعمل لي ندبة سيئة. بسبب نقص التروية. بسبب نقص التروية صحيح. تدخين عامل كتير مهم وكتير مهم جدا تحديدا بيشد البطن. الليكوتين بيعمل لي كتير تقبض للقوية وبيعمل نقص تروية على قوية. فالسيدة اللي بتدخن كتير ده تعرف كمان أنه هي مؤهبة لندبة ضخامية سيئة. يعني دكتور نتمنى إن شاء الله يكون كل السيدات يلي مقبلين حاليا على فترة ولادة أو يلي حابين يخضعوا له العملية أخذوا بعض المعلومات مفيدة. شكرا لوجودة معنا دكتور رانيح. شكرا إليك دكتور. شكرا. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر. المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلي بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك نور ويسعد صباحك سلمة. موجز الأخبار بعد الفاصل. موسيقى أهلا بكم نفذت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة عملية عسكرية. أحكمت من خلالها سيطرتها النارية على قرية صلبة شرقية مدينة سلمية بريف حما. وفاد مراسل الإخبارية في حما بأن وحدات الجيش. وسعت نطاق عملياتها على تجمعات وتحصينات إرهابي داعش في محيط قرية صلبة. وتمكنت من السيطرة على تلة جب المزارع وطرق الإمداد المؤدية إليها. وتكبيد إرهابي التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وفي ريف حمص الشرقي استعاد الجيش على السيطرة على سبع قرى وبلدات. كما فرض سيطرته على عدد من التلال والمرتفعات الحاكمة على محور إثرية بريف حما الشرقية. قتل جنديان من النظام السعودي على حدود المملكة الجنوبية مع اليمن. وذكرت وكالة أنباء النظام السعودي بأن جنديان من حرس الحدود قتل في قطاع العارضة جازان عند الحدود الجنوبية مع اليمن. ليرتفع عدد قتلاه على الشريط الحدودي فقط منذ العاشر من أيار الماضي إلى أكثر من خمسين عسكريا. إلى ذلك أنهت سلطات النظام السعودي أعمال الهدم في حي المسور القديم ببلدة العوامية في محافظة القطيف بعدما تم هدم نحو خمسمائة مبنى. أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضى على إرهابيين اثنين خلال مطاردتهما في محافظة الوادي الجديد. وقالت الوزارة في بيان بأن الإرهابيين متورطان في العديد من الجرائم وعمليات العنف لافتة إلى أن أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا. وفي خبارنا الأخير حيث أعلنت السلطات التونسية أحبط مخطط لإرهابي تنظيم داعش للسيطرة على بعض المناطق جنوب البلاد. ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن وزارة الداخلية التونسية قولها في بيان بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة تمكنت من الكشف عن مخطط إرهابي. كان يستادف الوحدات الأمنية والعسكرية المتمركزة بالجنوب تحضيرا للسيطرة على المنطقة. نهاية الموجز والآن نعودة للزميلات في السيديو صباح نغير. شكرا إليك بها أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة وللعمل الإنساني يمكن لبرز في ظل الأزمة بشكل كتير كبير. أكيد نور مساحتنا لليوم هي مع العمل الإنساني وفريق شبابي التطوعي عزج وجوده بهالميدان بعدد من المبادرات اللي أطلقه وسهدفة الأطفال الأيتام ضمن مراكز الإيواء. أكيد سلمة رح نسلط الضوء على أنشطة فريق خطوة التطوعي بمحافظة حمص ونتعرف على أبرز نشاطاته وفعالياته مع هيا صافي عضو مجلس إدارة في فريق خطوة. ضياء العريضي مدير ومؤسس فريق خطوة نور شمى نائب عام في فريق خطوة يسعد صباح كون. يعني الحمد لله على السلامة. الله حسنا لك يا رب. يسعد صباح كون. ضياء خلينا نبلش معك بما أنك مؤسس الفريق تحكي لنا شوي لمحة عن أعمالكون وعن الفريق. تمام. الفريق تأسس تقريبا من 8 شهر تقريبا. كان كمبادرة بسيطة بلشت فيها بمكان ما. بمناسبة عيد الأطحى هلا يعني أشرفين على الزكرة السنوية لتأسيس الفريق تقريبا. كان عبارة عن open days بسيط لأطفال أيتام هني ما نوا مستهدفين من قبل الجمعيات خيرية من قبل. هني فعلا كانوا بحاجة أنه لحد يكون معهم بالعيد. فبلشت مع أربع أو خمس صبايا تقريبا وشباب جامعيين. أنا عمري 17 سنة تقريبا. الشباب أول شيء تفاجأوا بالفكرة شجعوني عليها أني أشتغل أني بادر بالموضوع. وفعلا خططنا وقتا للموضوع أنه نحن نعمل شيء بالعيد. حتى كان تمويل النشاط من أعضاء الفريق كل عياتهم. استهدفوا النشاط ما يقارب 450 طفل تقريبا. كان عبارة عن ألعاب حركية مشعاطات رسم حتى كان فيه فطول مقدمة من أعضاء الفريق. بعد هيك المبادرة كبرت لتكون استمرارية دائمة. بلشنا نعمل مبادرات على نطاق أكبر. عداد الفريق كبرت أكتر وأكتر. صار اسم الفريق نسمع على الصعيد المجتمع بشكل كثير. بلشتو يمكن مثل اسم الفريق خطوة بخطوة يمكن لكبر هيدا المشروع. تمام. هون حتى كمان بلشت أهدافنا تكون مركزة أكتر. إنه إحنا على شو عم نشتغيل. حلأ أنا عصا يد الشخصي إنه الأبنديات أو النشاطات الترفيهية ما بيعتبرها هدف رئيسي أو هدف أساسي عندي بالفريق. النشاط أو الأبندي اللي بيعملوا هو وسيلي بس لتعارف على الطفل ما أكتر. نحن كأشخاص نسعى لتأسيس مجمع تجاري ضمن محافظة حمص. هذا المجمع فيه كافة المهان اللي هي ممكن نشتغل فيها فئة الشباب الأيتام من هنا. يعني إحنا بدل ما نعطيهم مصاري وهي المصاري تخلص نعطيهم رد تخلص هاي المصاري. لا نحنا من أمن مورد مادة مشروع بسيط ممكن يستمر معهم لمدى حياتهم. طبعاً هذا المجمع هو حالياً عم ينشغل عليه من قبل كتير عالم يعني عم يستعدونا على الفكرة. الفريق بلش تقريباً زكرت لكم بخمسة صعر خمسة تلاتين هلأ مئتين وخمسين شب وصبية تقريباً. طبعاً بدي أذكر أنه كتير كتير ما بس شوي واجهنا صعوبات بالفريق. تمويل ما في كان، مكان ما في الاجتماعاتنا، رغم هيك كتير توقع عالم أني وقف الفريق، أني استسلمنا الموضوع. بس كانت الإرادي وكانت إصراري على أني أعمل بصمي بالمجتمع هو الهدف الأساسي لإليه. كتير وقعت وكتير عالم أحبطوني، كتير ما بس شوي. بس لليوم. ما صداش فعلاً يعني يمكن أنه أعلم مثل ما قلت أحبطتك ويمكن ما دعميتك بشكل كبير كبير. بس عملت خطوة كتير مهمة لما تقول مجمع في مدينة حمص اللي تعرضت لإرهاب لفترة زمنية طويلة. اليوم عم تنهض بشكل كتير كبير مع شباب مثلكون صغار. اليوم أنتوا أجيتوا من حمص لتعرفونا عن مشروعكم اللي عم تشتغلوا فيه على مدار الأربعة وعشرين ساعة. خلينا نحكي معك هيا مجمعة مثل هاد قداش بيكون فيه إلو تحضيرات قداش فيه بيكون يمكن فيه أجواء مغيبة على عين المشاهد. بس هي فعلاً تحضيرات ومجهود كتير كبير عم تقوموا فيه خصوصاً نكون طلاب جامعة وأعمار صغيرة. بس الخطوة الصغيرة صارت خطوة كتير كبيرة. خطوة كتير كبيرة وعم تكبر 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 تكبر. هلأ نحن هذا المجمع نحن بدنا نحاول يكون ضامن عدة فئات من الأعمال خياطة. نجاريا يعني كذا قصة تقدر تخلي الأطفال الأيتام عن طريق أنه يصيروا شيء. شيء هني ممكن يكون عندهم خجل مشان يقدروا يتعاملوا مع كافة فئات المجتمع. نكسر هذا الحاجز تبع الخجل من الأطفال. ويكونوا شيء بالأيام أنه طلعوا من سنة 18 أنهم معهم مهنة أو يعني بإيدهم شيء أنه يقوى فيه. أكيد يعني نورا كمان يمكن الدعم النفسي هو جزء من حل مشاكل كتير كبيرة. أكيد طبعا. أيضا لأي شريحة بتدعمه سواء الأيتام أو أي شريحة تعني. تحكي ليمكان عن طريقة عملكون كيف تشتغلوا كيف تنسقوا الأدوار بين بعض. هلأ بما أني أنا نائب العام لفريق يعني فريق خطوة فأنا بحاول نسق بيناتهم. ممكن مثلا أنه ما عرفتها كمبادرات عملنا مبادرات عملنا Open Day. نحن يعني عم نكون روح وحدي. يعني عملنا كثير Open Day مروحنا مراكز إيواء. يعني تقريبا كل فعالية كيف بيتقسم الفريق الده العداد. كيف بيكون في تنظيم عمل بيناتكم؟ يعني تقريبا أنه قبل ما نبلش بالشغل يعني نبلش تحضير قبل بشي شهر. طبعا بيكون في فريق تنظيم فريق خاص بالمهارات فريق خاص بالأنشطة الحركية. يعني كل مجموعة مهتمة بموضوع معين. بحيث وقت نروح للمبادرة أو Open Day فنكون كل واحد إنه موجود بمكان المخصص. ويعني تكريبا. طيب ضياء خلينا نحكي معك قديش للساعة في عندكم تحضيرات ليتم تكميذ المجمع. لتكون الخطوة الكبيرة كاملة على أكمل وجه. قديش فعلا في عندكم مسؤوليات كتير كبيرة لما نقول إحنا عمارة صغيرة 17-18. حضرتك مدير الفريق ويمكن أصغر واحد بالفريق. أنا أصغر واحد بالفريق. يعني ما في حديث 18. كل آياتهم من 23 وفوق تعريباً 21. مراحل فريق كتير كبيرة إذا نقدر نوصي للمجمع التجاري. أنا بصراحة يعني ما أنا من الشاب اللي فوراً بطمح أني أنا أوصي للدرجة العالي فوراً. فأنا بحب بمشي بالتراتبية. مرحلة 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 مرحلة. يعني مرحلة المجمع ما أنا سهلة. وما أنا يعني بالأمر السهل أني أنا أوصي له فوراً. اليوم الفريق لازم يكون عنده خبرات حتى يقود هيب مجمع. لازم يكون في عنده قدرة كاملة. يعني عنده خبرات كافية لإدارة مجمع من 12 طابع تقريباً تنصيق بين الهجان المهن تبعه. حتى أنا غير هدفي أني أنا أعطي مهني لهذا الشاب. أنا كفريق خطوي نحنا عيلي تقريباً بين بعض. أنا بحاول أني إنشر موضوع المحبة والسلام بين أعضاء الفريق. ما يكون اجتماعنا فقط للعمل. لا، هو ممكن يكون لعيلي. ما في حدي صار معه ومشكلة فينا إلا ما كنا كلها عتنا إيد وحدي معه. أو أعتاس شيء. فأنا وأعضاء الفريق منحاول أن يكون هدول الأطفال الأيتام. هني جزء كبير من عائلتنا. فحالياً هذا الشيء اللي عم ينشغل عليه. حتى إحنا أنا عدد الفريق 250 حدي فأنا مقسمهم لقروبات مجموعة. كل مجموعة مستلمية. عدد الميح من الأطفال عم ينشغل معه هون. في مراحل برنامج مهارات الحياة. هذا البرنامج لي يتمكنوا منه. والموضوع العمل الجماعي. والموضوع قيادة الفريق. والتخطيط لمشروع. إذا ما هني خططوا للمشروع أو للمقر اللي بدان ياخدوه ضمن المجمع. ما رح يقدر يوصلوا لموضوع المجمع. إنه هني يستلموا ويكونوا بإدارتهم وإشرافهم. يعني كمان ضياء. يعني مثل ما قلنا أنت أصغر حدا بالفريق. كل صبايا تطلعوا لما قلت 23 وفوق. بلا ما تذكر الأمار. بعدين هيت تتحاسبوا عليها بعد الهواء. خلينا نحكي ممكن التعامل مع أطفال صغار كمان بده آلية. هل في حدا عم بيساعدكم مسلا مختصين بهذا المجال. يمكن داعمين أساد زي دكاترا أو أخصائيين نفسيين. هل عم تغضعوا لدورات لهذا الشيء؟ نحنا غير إنه طواعين بفريق خطوة إحنا. طواعين بجمعيات خيرية. يعني أغلبيتنا طواعين بجمعية البر وخدمات الاجتماعية. لديكم الخبرة السابقة. تمام خابعين لدورات كتير مكسفة بمجال الدعم النفسي بالاجتماعي. وبمجال برنامج مهارات الحياة. أنا قبل ما أسس فريق خطوي. أنا متطوع من خمس سنين بجمعية البر وخدمات الاجتماعية. أضافي لعامة يعني. قد كان عمرك وقتها؟ تطعش سنين. تطعش سنين. طيب خلينا بالختام يمكن معنا دقيقة. كلمة كلمة من أعضاء الفريق. تحبوا توجهوا لكل اللي عم يشوفونا. ولأهالي الحمص إذا بتحبوه. تمام. أنا بصراحة حابب بوجه شكر لأشخاص فعلا دعموني. وكانوا معي كل لحظة. حابب بوجه شكر لأخ وصديق فعلا كان معي. ودعمني حتى أوصل لهون هو الأستاذ علي باكير. هو شاب يعني طموح وكان معنا خطوة خطوة بين الفريق. حابب بوجه شكر كمان لوالدتي. اللي هي قبل ما أطلع الهواء. تعطينا ملاحظات. أكيد من وجه لتحية لأنه عندها هيك ابن فبن وجه لتحية كي. أسلامي يا ربا خليك. فضلي هيا. أنا بدي أتشكر طبعا ضياء على أسراره وعلى جهده. اللي يعني نحن هو يعطينا القوة. وبرغم من صغر سنه بس جدوة إنسان يعني عنده طموح وعنده أنه هو أنه بدنا نعمل هيك. حتى لو أعنى أنه من المر كتير بالمطبات. بس يعني أنه حتى لو شو ما نصار بدنا نكمل. حتى نقدر نرسم بسمي على وجوه الأطفال الأيتام. كما متل ما ذكرت هيا أنه أنا بدي أتشكر أول شيء ضياء على هالروح الحلوة اللي عنده. وبدي أتشكر كل اللي يدعمونا واللي عم يكونوا واقفين معنا. لحتى نقدر نكون أكبر يعني. وشكركم إلكون كواد. شكرا إليك. شكرا إلكون أكيد. تفضل. شكر بسيط لمدريت الشؤون الاجتماعية والعمل. ومحافظة حمص اللي كانوا دور الأساسي بعملنا. هنا فريق مانو يعني بلشنا بترخيص بسيط موافقات بسيطة. بس منحونا تسهيلات لحتى نكون شغلنا على الأرض. بحب وجه شكر كتير كبير لأستاذ باسم صعد الله الصغير. أستاذ طلال برازة. محافظة حمص. لتساهلوا معنا وإيمانوا بالفكرة اللي نحن عم نشتغل عليها. أكيد. بدنا نشكر وجودكم معنا اليوم. وموفقين بكل الخطوات القادمة بعملكون. شكرا. أكيدنا نشكركم. شكرا كتير كبير للفريق. ورح نكون معكم خطوة بخطوة أكيد. رح نسلط الضوء على جميع النشاطاتكم. شكرا كتيرا لكم. شكرا. نور مع هذه الخطوة خطوة العمل الإنساني بيكون وصلت رحلتنا لليوم لنهايتها. بدنا نذكر مشاهدينا بأنه بكرة رح نكون بحلقة خاصة تزامنا مع الحدث الأكبر. وهو افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته التسعة وخمسين. لقاءنا رح يكون على العاشرة صباحا من اليوم لبكرة. طبو بألف خير. واكل تحية لرجال عهد الله والوطن. فصدقوا رجال الجيش العربي السوري. الله يحميكم. أكيد رحلتنا الصباحية سلمة وصلت للختام. دائما تحيتنا بالبداية والختام بكل لحظة لرجال الحق. رجال الجيش العربي السوري. ومثل ما قالت سلمة بكرة موعدنا من قلب معرض دمشق الدولي. اللي عم يعود إلى سوريا بعد انقطاع فترة زمنية طويلة. فيه تحضيرات كثير كبيرة. فيه جهود مبزولة عم يقوموا فيها. فيه ناس يمكن صلى أربع شهور ما نامت. عم توصل للنهار. لا ترجع سوريا من جديد بهمة رجال الجيش العربي السوري. رحلتنا الصباحية خلصت. إلى اللقاء. باي باي. اشتركوا في القناة.